بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم الآن في الوحدة السادسة من مادة مبادئ الاقتصاد الكلي الوحدة بعنوان التوازن العام في الاقتصاد ان شاء الله هنتكلم في هذه الوحدة على التوازن في سوق السلع والخدمات واشتكاك منحنة الاس وهنتكلم عن التوازن في سوق النقود واشتكاك منحنة الالم ثم نأخذ التوازن عام في السوقين وبعد ذلك هنتكلم عن تغير أوضاع التوازن بتغير ظروف لصصمار وظروف عرض النقود أولا التوازن في سوق السلع والخدمات وإشتقاق منحنة ال-IS في الرسم الواضح الآن على الشاشة بنقول إن إحنا عندنا في الجزء الأسفل من الرسم عندنا سعر الفايدة وفي الجزء الأعلى من الرسم عندنا الادخار وعندنا الاستثمار وطبعا على الأفك هنا الدخل القومي وهنا برضو على الأفكي الدخل القومي بنبدأ منين؟ بنبدأ من أول سعر الفايدة اللي هو R1 هنفترض دلوقتي إن سعر الفايدة الموجود في الاقتصاد عندنا هو سعر الفايدة R1 عند هذا السعر يتحدد حكتين بيتحدد شيئا الشيء الأول اللي هو ال-S-M-R عند ال-I1 والادخار عند ال-S-1 يبقى عند ال-R1 عند ال-R1 يتحدد عندنا حكتين الحاجة الأولى هي ال-S-M-R عند ال-I1 والادخار عند ال-S-1 بالتقاء منحنة الادخار ال-S-1 مع منحنة ال-S-M-R S-1 يتحدد أو هي النقطة التي يلتقي فيها هزان المنحنة يتحدد مستوى الدخل القومي عند ال-Y1 طيب لو أنا عملت الإحداثيات الأفقية والرأسية بين ال-Y1 وال-R1 هحصل على نقطة في الشق الأسفل من الرسم هذا الجزء الأول من الشرح الجزء الثاني من الشرح بنقول لو انخفض سعر الفايدة من ال-R1 إلى ال-R2 إيه اللي هيحصل؟ هيتحدد عندي حكتين برضو هيتحدد عندي الاسسمار عند ال-I2 ويتحدد عندي الاضخار عند ال-S2 وبالتقاء منحنة الاضخار ال-S2 مع منحنة الاستسمار I2 يتحدد ال-I2 لما يلتقوا مع بعضهما البعض في نقطة معينة عند هذه النقطة اللي هي نقطة التقاء ال-I2 مع ال-S2 هيتحدد الدخل التوازني الجديد عند ال-Y2 طيب يبقى دلوقتي إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ زاد الدخل القومي من Y1 إلى Y2 عندها انخفاض سعر الفايدة من R1 إلى R2 طيب لو انا عملت وحصلت على نقطة أيهاز زيه بالإحداثيات الأفوكية والرأسيتي بين Y1 وR1 طيب لوصلت دلوقتي لو رسمت دلوقتي إلى الخط الواصل أو وصلت ما بين النقطة أي والنقطة بيه هالنقن يسمى منحناء ال-I-S وهو منحناء التوازن في سوق السلع والخدمات في هذا الاقتصاد نشوف دلوقتي ثانياً التوازن في سوق النقود واشتقاق منحناء ال-LM بنفس المنطق وبنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية هنشوف عندنا رسمتين واحدة على المين وواحدة على الشمال وبنقول دلوقتي البداية بتاعتنا بنقول خلي بالنا إن ال-M-S بتاعنا عرض النقود هنا في الشمال عرض A سابت وبنقول هنا هنتكلم نقطة البداية بتاعتنا هنفترض جدلاً إن الدخل القومي بتاعنا كان عند المستوى Y1 دي نقطة البداية بتاعتنا هنفترض إن الدخل القومي كان عند ال-Y1 طيب لما يبقى مستوى الدخل بتاعك عند ال-Y1 يبقى مستوى الطلب على النقود فين؟ يبقى مستوى الطلب على النقود عند ال-L1 طيب كيف يتحدد سئر الفايدة؟ اللي يتحدد سئر الفايدة عند النقطة التي يلتقي فيها عرض النقود اللي هو الـ MS مع منحنة الطلب على النقود اللي هو الـ L1 وذلك في نقطة معينة عند هذه النقطة يتحدد سعر الفايدة عند الـ R1 بعمل الإحداثيات الأفقية والرأسية بين الـ R1 والـ Y1 نحصل على النقطة C اللي هي موجودة في الجزء اليمين من الرسم ثم هذا هو الجزء الأول من الشرح الجزء الثاني من الشرح بنبدأ بالافتراض الثاني وهو زيادة الدخل القومي إلى المستوى Y2 طيب عند الـ Y2 إيه اللي بيحصل؟ اللي هيحصل دلوقتي أن الطلب على النقود هيرتفع من المستوى الأزرق اللي هو الـ L1 إلى المستوى الأحمر اللي هو L2 طيب كيف يتحدد سعر الفايدة الجديد؟ عند النقطة التي يلتقي فيها الـ L2 مع الـ MS وذلك في نقطة التوازن العليا هذه عند هذه النقطة يتحدد سعر الفايدة الجديد عند الـ R2 طيب عمل الإحداثيات الأفقية والرأسية بين الـ R2 بين الـ R2 وبين الـ Y2 نحصل على النقطة D بتوصيل أو برسم الخط الواصل ما بين النقطة C والنقطة D نحصل على المنحنة LM وهو المنحنة المعبر عن التوازن في سوق النقود كيف نحصل على التوازن العام في الاقتصاد؟ نحصل على التوازن العام في الاقتصاد في سوق السلع والخدمات وسوق النقود معاً برسم المنحنيين سواء إزاي نحط منحنة L-AIS ونحط منحنة L-M مع بعضهما في رسمة واحدة ونقول إن دلوقتي التوازن العام في سوق السلع والخدمات وسوق النقود يحصل عند النقطة التي يلتقي فيها المنحنيين مع بعضهما البعض يعني في النقطة N يعني بنقول إن التوازن بيحصل عند انتقاء منحنة L-AIS مع منحنة L-M في النقطة N ومن النقطة N نسقط عمود نسقط عمود على المحور الأفقي فيتحدد الدخل القومي عند المستوى Y-E ونسقط عمود على المحور الرأسي فيتحدد سعر الفايدة عند الـ R-E ولكن هل وضع التوازن العام هذا سابت ولا بيتغير؟ أكيد بيتغير وهو دلها نشوفه في الفقرات التالية موسيقى ترجمة نانسي قنقر